ما خطورة دخول القطاع الصحي غرفة الإنعاش بفعل إدرابات القطاع التمريض وأثر ذلك على حياة الناس هناك؟ طبعاً من المهم جداً هذه الخطوة التي يقوم بها القطاع الصحي أو نقابات القطاع الصحي في عملية الإدراب النقابي كما يشار إليه ولكن تؤكد الحكومة بنفس الوقت أنها هي مستعدة لدعم كل الخدمات والفعالية التي تقوم بها وزارة الصحة في المراكز التي يمكن أن يتم الإدراب بها وخاصة أنها سوف تستعين بحوالي 1200 عنصر من عناصر الجيش الطبية لدعم هذه الخطوة لسد النقص الحاصل في القطاع الصحي وهذا يشير إلى حجم التأثير الذي يمكن أن يكون له بعض السلبيات على المواطن وبالتالي هناك وجهتان نظر هناك وجهة نظر النقابات وهناك وجهة نظر الحكومة التي تتمثل بالقطاع الصحي ما يسمى بالقطاع الصحي الوطني NHS تؤكد الحكومة من خلال وزارة الصحة أنه سيكون هناك دعم للخدمات الضرورية وعدم إحباط المواطنين وخاصة منهم بحاجة إلى رعاية عالية جدا هذا الأمر طبعا يحرج المواطنين يحرج المراكز الصحية وقد يدفع ببعض المواطنين إلى الذهاب إلى القطاع الخاص الأمر الذي يمكن أن يكلفهم أكثر من الكلفة التي تقدمها وزارة الصحة ومعظمها مجاني سيد حيدر ابقى معنا